مدير عام وزارة المالية وأحد المفاوضين مع صندوق النقد الدولي يستقيل من منصبه ويقول بأنه وصل إلى طريق مسدود هل وصل لبنان الذي يحاول البحث عن مخارج من نزمته الاقتصادية المتفاقمة إلى طريق مسدود فعلا أيضا؟ أنا أعتقد نعم وصل إلى طريق مسدود لبل إلى انسداد كامل والعلامة على ذلك أن الليرة تتدهور في مصار مخيف فقدت أكثر من ألف بالمئة من قيمتها بغضون أيام لا نقول أسابيع بل بغضون أيام الحكومة عاجزة عن الإصلاحات عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو أي تدبير من شأنه أن يوقف الانهيار الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة وما ذالت متاحة نظريا هي الذهاب إلى صندوق النقد حيث أن الإصلاحات على ضرورتها القصوى لم تعد كافية هناك حاجة إلى ضخ صيولة في الاقتصاد اللبناني لتلافي الانهيار الكامل لتلافي المجاعة والخيار الوحيد المتاح اليوم أحبيناه أو لم نحبه هو خيار صندوق النقد كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح ولكن مع استقالة أحد المستشارين أعضاء الوفد المفاوض منذ أسبوع واستقالة مدير عام المالية وهو العضو الثاني في هذا الوفد المصغر يعني قوامه من وزارة المالية لا يتعدى الأربع أشخاص نصف المفاوضين اليوم استقالوا وهؤلاء هم من وضع الخطة الاقتصادية وهذا هو الأهم الخطة الاقتصادية التي تشكل الأرضية لهذه المفاوضات ليس فقط الأرضية لهذه المفاوضات ولكنها أيضا تشكل الأرضية المهمة لهذه الحكومة هذه الحكومة أتت لتنفيذ مهمة واحدة أساسية هي الإنقاذ الاقتصادي انتظر الشعب اللبناني أربعة أشهر لهذه الحكومة كي تأتي بخطة أما وقد أتت هذه الخطة يستقيل من وضع هذه الخطة لماذا؟ لأنه استضم برفض النظام المحاصصة أو قسم النظام المحاصصة القوى السياسية الممسكة بالقرار اللبناني رفضت هذه الخطة يعني طرحت أرقام مغيرة لأرقام التي وضعت وفي عمق المسألة هناك نزاع على المصالح ما زالت القوى السياسية تريد مصالحها أولا على حساب المصلحة العامة المهم في هذا الموضوع أن الفرصة الوحيدة المتاحة شبه تبخرت اليوم لأنه كيف سوف يفاوض صندوق النقد دولة منقسمة على نفسها انسحب أعضاء أساسيون من الفريق المفاوض والأهم من ذلك لم يعد هناك خارطة طريق أو أرضية مشتركة للتفاوض عليها اشتركوا في القناة